متابعينا الكرام زوار موقع المهاجر محبابيكم معنا مرة أخرى في قناتكم قناة المهاجر بآخر الأخبار وآخر المستجداد نهاية أسبوع موفقة للجميع دعوة بركة الله كما العادة بأهم العنوين دي الأخبار اللي اختارينا لكم في هذه الحلقة متابعينا الكرام لأول مرة مسؤول جزائري يعترف لوسيلة إعلام إسبانيا وكي يصرح بكل الأمور اللي قمت بها الحكومة الجزائرية والأسباب دي لها توجاه المملكة المغربية نعرف باقي التفاصيل على الأمر هذا في الخبر الأول أما في الخبر الموالي فهذه نتحدثو على بريطانيا من بعد الانتخابات البريطانية وصعود حزب العمال يعني بريطانيا أصبحت تقترب أكتر بالاعتراف بمغربية سحراء في الخبر الموالي هذي نتحدثو على عملية أمنية مشتركة ما بين إسبانيا وما بين المغرب نقدات إسبانيا من الكثير من الكثير هنعرفو باقي التفاصيل عليها ونشوفو كيف تم هذا الأمر بتنصيق أمني مبين المملكة المغربية والسلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية. أما أخيراً سنختم الفيديو بما قامت به سفارة المملكة المغربية بشراكة مع الجيش الطايلندي من إنقاذ مواطنين مغاربة. كل شيء كان يقدر على هذا الموضوع لكن نهار تم إنقاذ 12 مغربية من خلال تنصيق مع الصفارة المغربية والجيش الطايلندي تشي واحد ما تكلم على هذا الأمر هذا للأسف. ندعو على بركة الله الإخوان بأول خبر في هذه الحلقة هذه وكما قلنا لكم في الأول لأول مرة مسؤول جزائري سابق في شركة سوناتراك دي الطاقة الجزائرية كي اعترف وكي دلي بتصريحات مهمة جداً. قدير رجعو ثلاثة السنوات الوراء هذا المسؤول هذا أردنا ثلاثة السنوات الوراء بتصريح اللي جريدة The Objective الإسبانية. طبيعة الحال الكل غيتذكر سنة 2021 كيفاش بدأ العذاء الجزائري المو منهج ضد المملكة المغربية كيفاش بدأت الجزائر كتلكك كتتقلب على مشاكل مع المغرب الكل استغرب كذلك والكل ما عرفش علاش علاش الجزائر كتقوم بهالتصرفات قطع العلاقات شحال من حاجة كانت تقديرها الجزائر توقعنا طبيعة الحال هاتشي هذا سابقاً وقلنا أن الجزائر عندها أهداف ما غاديش تدير شي حاجة إلا وغا تكون عندها أهداف الأهداف كانت كتيرة طبيعة الحال. ومنها مثلاً يعني أنها ضعف المملكة المغربية يعني كأول يعني مسعادية لها أنها ضعف المملكة المغربية وتحاول ما أمكن تحبط المملكة المغربية ما تزيدش للأمام. وكذلك الوصول دي المملكة المغربية للعمق الإفريقي أزعج فرنسا وأزعج الجزائر كذلك لأن الجزائر وفرنسا عملة واحدة. ومن بين الأمور كذلك اللي غاديكشف هات المسؤول هذا هو أن الجزائر كانت يعني خسرة مئة في المئة ولكن ما لم يكون في الحسبان هو أن الجزائر غادي تخسر أكتر فأكتر. طبعاً في الحال التصريحات دياله المسؤول جزائري تقدر تكون محسوبة لأن أنا بالنسبة لي العسكر أي تصريح خرج به أي مسؤول كيف ما بغي يكون إلا وكي يكون محسوب. سعرفوا أن القرار ديال الجزائر غلق الأنبوب ديال الغاز الرابط ما بين إسبانيا وما بين الجزائر عن طريق المملكة المغربية كان عنده أهداف كثيرة وأهداف استراتيجية قبل ما تكون إقتصادية لكن دابا تحصلت الجزائر بكل ما تحمي الكلمة من معنى. لماذا؟ لأن الاتحاد الأوروبي ككل تغير الناس اللي كانوا شدين الاتحاد الأوروبي كانوا شدين زمام الأمور داخل الاتحاد الأوروبي ماشي هما اللي كانين دابا. إذا شنو وقع؟ الجزائر والتي هو واحد الموقف لا تحسد عليه ولا لاحظته مباشرة من بعد الانتخابات الأوروبية ناد الاتحاد الأوروبي كي يقول لك إحنا خصنا نعقبه الجزائر. العلاج خصنا نعقبه الجزائر إنها ما عندهاش الكلمة. ومن غير هذا الشي هذا الجزائر القسرسها كتخسر عدة أمور صالحة من المملكة المغربية. واحد الورش مهم جدا وهو الورش ديال الهيدروجين الأخضر واللي ألمانيا مؤخرا يالله وقعت مع المملكة المغربية وعلى الاتفاقية. كيفاش غادي تجي الدول الأوروبية دابا توقع اتفاقيات مع الجزائر؟ أولا نفاقز الشيء اللي يعطيه هاتش ما قدروش نكره لأن الجزائر إلا كانوا المسؤولين ديالها ما عارفين شنو هو الهيدروجين الأخضر؟ كيفاش غادي ديروا يساعدوا الدول الأوروبية في الهيدروجين الأخضر؟ وخطة تكون عندهم الظروف متوفرة لأنه واحد البنية تحتية ما كيناش اللي غادي تقدر توفر لك هاد الوقود المستقبالي لأنه ما عارفو شنو هو أصلا ما عارفينه شنو هو كيفاش غادي ديروا يبحثوا فيه. الناس كي عارفو فقط حفر الأرض تطلع الغاز كي نصو نتراك الدوز الأنبوب صير بيع هادشي اللي كي عارفو. فشنو رقعت رأسها الجزائر؟ أنا بالنسبة لي يا تصريح هذا غادي نشوفوه تصريح كيفاش. لكن قبل قدي نقول لكم يعني التوقعات ديالي أنا التوقعات ديالي هو أنها تصريح هذا الدار لإنقاذ ماء الوجه ديال الجزائر. علاش لأن القصرصها القرارات اللي اتخاذت في هذه السنوات الأخيرة ثلاثة الأخيرة كانت كلها قرارات خطيئة وورطات نظام الكبرانات أكثر مما هو متورط. فمسؤول جزائري كيقول أن ضعف الأرباح وراء إيقاف أمبوب الغاز العابر من الأراضي المغربية كيف يعقل ذلك؟ كيقول لك أن ضعف الأرباح ضعف الأرباح ديال الجزائر هي اللي خلتها تغلق أمبوب الغاز. تباوش ضعف الأرباح ولا أن الغاز انقص مبقاش بالطريقة اللي كان فيها ولا شنوها قع بالضبط؟ طبعا الحال كي ما عرف الجميع ذلك الأمبوب اللي كان كي مرع المملاكة المغربية كانت المملاكة المغربية كتستفد 1-7% يعني واحد نسبة ضئيلة جدا يلا كنت كتشغل بها واحد جوج ديال المحطات كهربائية هات الغاز ديال تندريرا قادر يعود لك لك الشهادة الكامل سبحان الله العظيم نشوفوا التفاصيل ونكملوا التحليل ديالنا بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على قرار جزائر وقف نقل الغاز عبر الأراضي المغربية إلى إسبانيا كشف مسؤول جزائري سابق في شركة سونتراك عما وصفها بالأسباب الحقيقية التي دفعت بالجزائر لاتخاذ هذا القرار ووفق تقرير نشرة على موقع أبجيكتيف الإسباني فإن السبب الرئيسي الذي دفع بالجزائر لاتخاذ هذا القرار هو اقتصادي بحث حسب الدعائه ونقل الموقع الإسباني عن مسؤول جزائري سابق كان له موقع بارس داخل شركة سونتراك أن قرار إيقاف ضخ الغاز عبر الأنبوب العابر للأراضي المغربية راجع لعدم تحقيق الأرباح المرجوة منه كيفاش عدم تحقيق الأرباح المرجوة منه الأنبوب كان وكان الجزائر منذ تسعينيات القرى الماضي وهي تصدر منه الغاز الإسبانيا حتى يجي واحد نهار ويتغلق الأنبوب أولاً كنقولها هناك أسباب استراتيجية ثانياً هناك أسباب فعلاً متعلقة بشح مادة الغاز عند الجزائر ما يمكنش بقوا عندك جوديا الأنابيب قد ضخمنهم الغاز إلى إسبانيا وفاقدوا الشيء كيفما قلنا سابقاً لا يعطيه متابعنا الكرام وضيفاً أن الجزائر كانت تملك أمبوبين ينقلان الغاز إلى إسبانيا حيث أصبح الأمبوب العابر للمغرب لا يحقق الأرباح المرجوة منه بسبب انخفاض الطلب مما دفع بالجزائر لعدم الاستمرار في استخدامه هذه كذبة مفضوحة كيفاش نخفاض الطلب؟ بالعكس لوقيتها اللي قطعات فيها الغاز على الأنبوب الجزائر كان طلب مرتفع جداً لكي تعرفوا أن الكلام متناقض وهذا المسؤول هذا ما غديش يخرج يعني من نفسه هكاك يخرج يصرح بها تصريحات هذه لا تصريحات مبنية على واحد الأساس أن الكابرانات بغاوا يصدروا للأوروبيين خصوصاً أن من يحكم الاتحاد الأوروبي يتغير كما تحدثنا أمس مجلس الأوروبي سيحكموا البرتغالي كوستا صديق بيدرو سانتيز وهم كلهم يعني عندهم علاقات استراتيجية مع المملكة المغربية يعني الجزائر بتكتشوف رأسها أنها تخسر الكثير لصالح المملكة المغربية وخير ذليل هو أن ألمانيا وخام شوازيل خارجية الجزائري كي طيحت الألمانيا ووعدهم بالهيدروجين أو الأكسيجين كان نظن نقلهم الأكسيجين الأخضر مخلوا مدارو ولكن في الخر جات ألمانيا المغرب يعني علاقات استراتيجية مهمة جدا كتوقعها المملكة المغربية كتربحها المملكة المغربية وكتخسرها الجزائر الجزائر اللي كانت تحاول تنافس المغرب هي كتخسر يوما بعد يوم مضيفا أن الجزائر كانت تملك أمبوبين ينقلان الغاز إلى إسبانيا حيث أصبح الأمبوب العابر للمغرب لا يحقق الأرباح المرجوة منه بسبب انخفاض طلب مما دفع الجزائر لعدم الاستمرار في استخدامه وفي هذا الخصوص قال المسؤول السابق إن المغرب كان يستفيد من 7% من الغاز من خلال الأمبوب الذي يمر عبر أراضيه نحو إسبانيا مشيرا إلى أن حيث كان حيث كان من المنطقي اختيار الأمبوب الذي يدفع أفضل ثمن الكميات القليلة المسلمة من الغاز حسب المسؤول الجزائري يذكر أن هذا القرار أثار توترات سياسية وديبلوماسية بين الجزائر والمغرب لا سيما أنه جاء بعد أشهر قليلة من قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب ثلاثة 2021 يعني هذا توتر اللي اخترعات الجزائر من الأساس كالغرب دياله هو غلق الأمبوب كون جاو وغلقوا الأمبوب لما يديروا هالطرق الالتوائية بكل بساطة لأنها تخل بالاتفاقيات وهذا مشيل صالح النظام ديال العسكر لأن هذا يوما بعد لا يخرج السيد يتحدث لأن الجزائر ترى نفسها المصداقية ديالها كدولة يعني في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول أخرى سواء الاتحاد الأوروبي أو دول العالم بأسرية ما بقعتش كافية علاش؟ لأنها تستعمل يعني الاتفاقيات الاقتصادية من أجل مصالح يعني سياسية مصالح ديبلوماسية وسياسية وما يمكنش تخلط السياسة بالاقتصاد كيفما خلطات الرياضة بالسياسة يعني الأمور مخلطة عندها فهذا صريح هذا كي يحاول ما أمكن يبرر ما لا يبرر هذا المسؤول هذا حاول يبرر ما قام به كبرانات الجزائر لكن ما قام به كبرانات الجزائر لا يبرر تماماً علاش؟ لأن الأمور كانت واضحة فيها عذاء ممنهج فيها استهداف للمملكة المغربية واضح جداً ولإسبانيا كذلك وللاتحاد الأوروبي ككل فهذا الشي علاش؟ هاتشي علاش؟ الاتحاد الأوروبي قرر أنه يسائل الجزائر على يعني الإخلال بالاتفاقيات ديالها اللي كانت عندها مع دولة إسبانيا وهنا كانت نضرع على العلاقات الأوروبية الجزائرية ككل فأنا بالنسبة لي الخروج ديالها وما سفات اللحظة هذي هو يبرر ما لا يبرر فالقطع الأنبوب ديال الغاز كان عنده أسباب كثيرة ومتعددة فعلاً أسباب ديال إضعاف المملكة المغربية بين أهم الأسباب السبب الثاني هو أن الجزائر لم تعد قادرة على مد الدول الأوروبية وإسبانيا تحديداً بالكميات ديال الغاز اللي كانت كنتمدها بها وخير دليل يعني نخافض الاعتماد ديال إسبانيا على الغاز الجزائري بواحد شقي كبير والذي كانت تعتمد على الغاز الأمريكي على الغاز المسال فجي جزائر من الخروج تقول للشعوب أن فاقدوا الشيء إليها يعطيت بك الشي اللي كان لكم خديته وانتهى الأمر وما بقاش حتى شي اقتصاد ديال النفط عند جزائر قادرة تعتمد به على مد يعني الشركاء ديالها الجزائر هتشي علاش حاولات ما أمكن أنها تقلب على مخارج أخرى أولا بدائل جديدة في الاقتصاد ديالها في الاعتماد على أنواع أخرى من الاقتصاد مثلا الفلاحة مثلا السياحة التي تحاول ما أمكن أن تروج السياحة وهذا كامل لكن الأمور عندهم شوية معقدة وشوية مراسية هاتشي اللي غادي نقول واندوزون الخبر الموالي متابهين الكرام وهنا غادي نتحتو على بريطانيا بريطانيا اللي شادات انتخابات يوم الخميس واللي طلع على الإيتر ديالها الحزب العمالي والحزب اللي كيتعتبر من اليسار الوسط يعني بحال حزب الاشتراكي العمالي الإسباني بحال الحزب ديال بيدرو سانتيز هنا كين عدة يعني أمور مطروحة على الطاولة واش بريطانيا غادي تاخد طريق ديال الحزب الاشتراكي الإسباني في اعتراف واضح بمغربية السحراء واش غادي تراهن على المصالح ديالها أو لا أتوقع تراهن على الطروحة ديال الانفصال ديال بوليزاريو وديال الجزائر هذا الشي اللي غادي نحاولو نترنقله في هذا الخبر هذا فبطبيعة الحال كيم ما عرفتو الحزب المحافظ كان أقرب المملكة المغربية لكن ما كانت عنده الجرأة انه يتاخذ هذا القرار هذا الحزب المحافظ اللي جاي بمدة يعني سنوات وهو كيسيطر على السلطة في بريطانيا دبا جال وقت للتغيير وغادي يطلع الحزب اليساري وكل ما كيتغير طبيعة الحال سياسة في دولة إلا ديبلوماسية بصفة عامة ديال المملكة المغربية اللي كتواجد دولة هذي كيكون عندها العمل الشاق هاتش هذا اللي وقع كذلك مع إسبانيا من بعد السيطرة ديال الحزب الشعبي اللي ولايتين متتاليتين على الحكم وعلى السلطة في إسبانيا فاشتلع الحزب الشراكي كانت في الأول نقاشات وخلافات ما بين المغرب وما بين إسبانيا حتى تلقوا خارطة الطريق الجديدة وكانت كلها صالح في المملكة المغربية فهنا دقيقة الحال المملكة المغربية كانت عندها يعني عدة نجاحات في قلب بريطانيا وخير ذليل هو ما قامت به لمحكمة العدل البريطانية نبعيد حتى على الأحزاب لأننا كانت تدعوا القضاء القضاء مستقل لذلك الكلمة ديالها بريطانيا من خلال محكمة العدل البريطانيا وخذت خطوة لما جرأتش تاخدها محكمة العدل الأوروبية وحبطات ميليشيات البوليزاريو اللي كيحاولوا أنهم ما أمكن يجروا الدول العظمى مثل بريطانيا مثل إسبانيا مثل ألمانيا للطرح ديالهم لكن الخسارة كيتكبدوها وهذا شيء هذا ما يقدروش ينكره لهما لا تشيح اللي كيتبع الشأن السياسي وبالأخص القضية ديالصحراء المغربية قد يلاحظ على أن المملكة المغربية ركمت عدة نجاحات في السنوات الأخيرة سيصبح كير ستارم زعيم حزب العمال البريطاني رئيس الوزراء الجديد في المملكة المتحدة من بعد ما انفاز واحد الفوز كاسح الحزب ديالو في الانتخابات العامة اللي جرات يوم الخميس الماضي واللي دفعت رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب المحافظين ريتشي سوناك إلى الاعتراف بالهزيمة والتعهد بالاستقالة سريعا الأمر الذي يتوقع أن يكون له إنعكاس على علاقات لندن بالرباط وتحديدا حزب العمالي حزب العمالي اعتذر واش غي يكون في الطرح ديال المملكة المغربية ولا غيمشي للطرح الانفصالي تطرح عودة العمال المحسوبين على تيار ياسار الوسط إلى السلطة بعد 14 عام من سطو المحافظين إمكانية فرملة العمل الدبلوماسي المغربي في لندن الهادف إلى دفع الحكومة البريطانية لإقرار الاعتراف صريح بالسيادة المغربية على الصحراء وفق النموذج الأمريكي ومساندة مقترح الحكم الداتي باعتباره الحل الوحيد الواقعي للملف وهو مصار شهدة دينامية واضحة في الأشهر الماضية وإذ كان الحزب المحافظين يبدو أقرب إلى المغرب بخصوص تعاطي مع ملف الصحراء في ظل المصارح الاقتصادية الكبيرة التي تجمع بين البلدين خصوصا بعد خروج المملكة المتحدة من اتحاد أوروبي فإن حزب العمال ذو الخلفية اليسارية ظل في السنوات الماضية أقرب إلى دعم طرح تقرير المصير الذي تروجه الجزائر وتدعو إليه جبهة البوليزاريو الانفصالية هذا الموقف كان عنده أثر يعني واضح عندما كان يقود الحزب زعيمه السابق جيريمي كوربين الذي لم ينجح معه الحزب أبدا في تصدر الانتخابات العامة في 2019 صرح قائلا لقد طرحت سؤالا على رئيس وزراء حكومتنا حول الاتفاقيات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب وأكدت على أن إقليم الصحراء الغربية هو إقليم لا يزال محل نزاع ويجب عدم إدراجه في إطار هذه الاتفاقيات زعيم السابق كان صريحا جدا في دعمه للطرح الانفصالي لدرجة أنه كان قبل تولي مهمه كأمين عام سنة 2015 رئيسا للجنة البرلمانية دائمة للبوليزاريو بل إنه سبق أن وصف حزبه والجبهة الانفصالية بأنهما شقيقان مشددا على أنه سيظل دائما يدعم حق الشعب السحراوي في تقرير المصير وسيبقى دائما قويا وسندا للنضال الشعب السحراوي حسب تعبيره في المقابل فإن الزعيم الحالي للحزب العمال كيرس ستارمر والذي سيستدعيه العاهل البريطاني المالك تشارلز ثالث لتكليفه بتشكيل الحكومة لم يظهر في مواقفه العلنية أي دعم علني للطرح الانفصالي كما لم يتحدث عن دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في السحراء لكنه في 2020 تلقى رسالة من زعيم الجبهة الانفصالية إبراهيم غالي يهنيه فيها على اختياره زعيما جديدا للحزب جاء في رسالة بعتها زعيم ميليشيات البوليزاريو هيلة ستارمر كتقول أن جبهة البوليزاريو فخورة حقا بعلاقاتها الأخوية مع حزب العمال طوال العقود الماضية وشكل له تضامنه القوي والمستمر ودعمه غير المشروط للشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية وأضافة وأكد استعدادنا لمواصلة التطوير وتعزيز العلاقات التعاون والأخوة والصداقة الممتازة القائمة بالفعل بيننا كطرفين شركين هذا التطور يأتي بعد تحرك ملموس مؤخرا من أعضاء حزب المحافظين في البرلمان البريطاني من أجل دعوة الحكومة للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء حين وقع 31 عضو رسالة تدعو ريتشي سوناك إلى القيام بهذه الخطوة من بينهم أوغو سوير وزير الدولة في الخارجية سابقا وسيرليام فوكس وزير الدولة الأسبق المكلف بالدفاع جاء في تلك الرسالة أن منطقة الصحراء الغربية توفر فرصة واعدة للتقدم والاستقرار ولكن هذا قد يتعرض للخطر إذ لم نحل هذه القضية بسرعة وبشكل عملي ولا ينبغي أن يكون هناك مجال لمزيد من الانفصال أو الانقسام بل على عكس ذلك يجب علينا أن نعزز مشاركة المغرب النشطة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميا أوردت الرسالة أيضا أن مبادرة الحكم الداتي التي اقترحها المغرب والتي تتسم بالتوازن مع احترام التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية يتوفر طريقا قابلا للتطبيق نحو السلام والاستقرار الدائمين هنا سؤال اللي كي بقى نتروح واش الحزب العمال اللي وصل السلطة غاديمشي يعني ضد المصالح ديال بريطانيا أنا التوقع ديالي الإخوان بكل يعني تواضع بريطانيا ما يمكن لها تلعب بالمصالح ديالها مع المملكة المغربية وأفضل شيء دارتوا المملكة المغربية السنوات الأخيرة أنها كانت واضحة مع الدول الأوروبية بصفة عامة بمن فيهم بريطانيا لأنها كتبقى دولة أوروبية رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي المملكة المغربية دارتوا واحد الخطوة مهمة جدا وكان عندها الوضوح علش إن سنوات الوراء كان عدة يعني كان كتير من الغموض وكان ديال المنطقة الرمادية اللي كتبقى فيها الدول الأوروبية كتبقي المصالح مع المغرب لكن عمرها مخدات الطريق الصحيح أنا كنتشوف هذا الحزب العمالي الحزب العمال البريطاني قديمشي على نفس الخطوات اللي مشى عليها الحزب الشراكي العمالي الإسباني وكذلك اللي مشى عليها الولايات المتحدة الأمريكية وهو اعتراف واضح وصريح بمغربية صحراء لماذا؟ لأن بريطانيا ما بقاش قدامها في انترجع الوراء لأنها محتاجة للمملكة المغربية محتاجة التعاون مع المملكة المغربية خصوصا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي رغم ما لقاتش قدامها من غير المملكة المغربية لأضيف إلى ذلك الأهمية ديال الموقع المغريبي ديال الموقع الجغرافي ديال المملكة المغربية خصوصا القرب الجغرافي من جبل طارق طبيعة الحال وعارف بريطانيا أن إسبانيا في أي لحظة تقدر تشخنق لها جبل طارق إذن ما تتلقاش أمامها من غير المملكة المغربية ستكون صفعة قوية جدا أنا عارف دبا ميليشيات بوليزار يوكي تصوروا أن الحزب العمال سيطلع وغير الكثير في السياسة البريطانية أولا قرار ديال محكمة العدل بريطانيا ما خاصش نهائيا بالأحزاب هو قرار ديال المحكمة جامن عند القضاء المستقل طبيعة الحال ثانيا لحدود الساعة بريطانيا ما عندهاش المملكة المغربية ما عندهاش ما تخسر في بريطانيا عندها غير ما تكسب لانعلاش بريطانيا ما خدتش الخطوة ديال الاعتراف الواضح والصريح وكان نشوف أنّ aquesta ديال فرصه الثاني حتي تبفي على التنمية الحقيقي ندوزوا الخبر الموالي متوتاوينا الكرام وهنا قد نمشي العملية نوعية ما بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية هذه من بين يعني التمار اللي كتجنيها إسبانيا بطبيعة الحال دي العلاقات الجيدة والممتازة مع المملكة المغربية التنصيق الأمني إسبانيا عرفة إنها محتاجة للمملكة المغربية محتاجة للسلطات المغربية في التعاون ديالها لتفكيك الشبكات الإرهابية وزارة الداخلية الإسبانية كتتعلن على عملية أمنية مشتركة ما بين المغرب وإسبانيا لخلفات اعتقال تمنيات العناصر إرهابية هذه العناصر الإرهابية كانت تنشط بالتكاء الإصطناعي مشو بعيد هذه الجماعة الإرهابية اللي كتتواجد في إسبانيا وكانت نوايا ذي لها تخريبية محظة دبا على حساب المعطيات اللي توصلت بها أن هذه العملية جيبت قريبا سنة دي العمل من مشترك الوثيق ما بين إسبانيا وما بين المغرب فتم فعلا تفكيك هذه الخلية والحدود الساعة كانت منية دي العناصر تم الاعتقال ديهم أفضت عملية أمنية بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة المخابرات الإسبانية يومي واحد وجوج من يوليوز الجاري إلى اعتقال تمانية عناصر إرهابية في مليليا الكوبندس وسان سباستيان دي لوس ريس مادريد هذا وجوج دي المناطق دي بانليو اللي كينين في مادريد وهما الكوبندس وسان سباستيان دي لوس ريس ومالغا وآخر في كتالونيا وحسب وزارة الداخلية الإسبانية فقد تم اعتقال ثمانية أشخاص خلال عملية تفتيش لمنازل في مليليا ومادريد ومالغا وحسب المصدر ذاته فقد تم يوم الاثنين واحد يوليوز الجاري تنفيذ عملية نوعية في كورنية برشلونة مع اعتقال إرهابي مزعوم آخر متخصص في إنشاء ونشر المحتوى الجهادي وفي عملية نفذتها يوم جوج يوليوز الجاري مصارح الاستعلامات للحارس المذني بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التوراب الوطني تحت إشراف تعليمات المحكمة المركزية رقم ستونية بالعامة الوطنية أمام المحكمة تم القبض على ثمانية أشخاص في مليليا والكوبندس وسان سباستيان دي لوس ريس مادريد ومالغا في المرحلة الأخيرة من العملية كان المشتبه بهم قد استوعبوا الأفكار العنيفة للجهاد ولهذا تم اعتقالهم ومصادرة أدلة خلال الاعتقال الثمانية التي نفذت بشكل منصق ومتزامن في مادريد ومالغا ومليليا وفي هذه العملية تم التأكيد على التعاون بين المديرية العامة لمراقبة التوراب الوطني المغربي الذي دعم التحقيقات بشكل مستمر ومؤهل مما أبرز أهمية التعاون الدولي بين الأجهزة المضادة للإرهاب لمواجهة هذه التهديدات والتحديات الكبرى المتمثلة في التنبؤ بتنفيذ الهجمات من قبل الإرهابيين وتم تقديم المعتقلين للعدالة يوم الخميس ربعا يوليوز أمام محكمة الوطنية وتم إصدار قرار بوضع خمسة منهم رهن السجن الاحتياطي فهنا هذه عملية نوعية من بين كذلك العمليات المهمة التي تمت بتنصيق وثيق ما بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية تشعلاج كل مرة كيخرج أي مسؤول إسباني في السلطة خلينا من المعارضة والبروباقاندا اللي كيحاولوا ينشروها أي مسؤول إسباني يعي جيداً للأهمية دي العلاقات الإسبانو مغربية وكيحاول ما أمكن يوضح للشعب الإسباني الأهمية دي العلاقات هذه وبماذا تعود على الشعبين المغربي والإسباني وخصوصاً الشعب الإسباني بهذه العمليات المتكررة لدائماً كتكون السلطات المغربية طرف تفكيك ديالها الشبكات الإرهابية غير هذه السنة هذه لحال من شبكة إرهابية تم تفكيك ديالها في إسبانيا بتعاون وشراكة وثيقة ما بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية وندوزوا الخبر الأخير المتابعين الكرام باش نختموا الفيديو ديالنا هذا موضوع اللي تحدثت عليه الجميع كل شيء يهضر عليه لكن فاش تحل المشكلة تشي واحد ماهضر كل شيء يهضر على المغاربة اللي تعتقلوا في طايلاند من طرف عصابة واللي تختاطفوا ماشي تعتقلوا اللي تختاطفوا في طايلاند في ميانمار كل شيء يهضر عليهم مكنش اللي ماهضرش عليهم لكن كان يستغرب نهار وكل شيء ينتقد يقول لك السفارة خصنا نسألو وزير الخارجية خصنا نديرو علاش الدبلوماسية ما كتخدمش علاش ما كتديرش خصنا ندير العمل ديالها هادوكتا هما مغاربة فعلا أنا معاك مغاربة ما أرخاصش لكن منين تهضر على واحد الموضوع تابعو تلخر كملو تلخر باش تكون الميزدقية ديالك زوينة ماشي تهضر وتنتقد ومنين يتحل المشكل تضربها بسكتا وتخبى كأن شيء لم يكن فهدوك اللي قالك المغاربة رخاص وقالك المغاربة ما سوينش وقالك البلاد ما مسوقناش والبلاد ما همهاش بنادم كان رضع عليهم وكان قولولهم أن الصفارة المغربية بشاركة مع الجيش تايلاندي كينجحوا استعادة 12 المغريبي مختطف مغريبي ومغربية مختطفون في ميانمار واثنان فضلاء البقاء هناك وجوج قالك ودي احنا ما رجعوش احنا غمقاوه هادي الصفارة اشتغلات بشاركة مع الجيش تايلاندي من النهار قحت هاد الازمة هادي وبنت والصفارة المغربية في تايلاند كتتشتغل كتشتغل في صمت ما ديش جيب لك مواقع التواصل الاجتماعي تقول لك رحنا كنديرو رحنا كنديرو كشي كمشي في صمت وكان بتنصيق مع الجيش تايلاندي هنا فين كتجي الأهمية ديال الدبلوماسية والعلاقات الدولية أعلنت سلطات تايلاندية أمس الجمعة إنهاء مأساس 12 المواطن مغربي تعرضوا للاختطاف في ميانمار وذلك بعد ما تمت استعادتهم من طرف الجيش تايلاندي من نائب في البرلمان التايلاندي في حين فضل إثنان عدم العودة ووفق ما أوردته صحيفة دستار الماليزية نقلا عن سلطات بانكوك فإنه جرى أمس تسلم المواطني المغاربة الذين عرضت عليهم وظائف في كازينوهات ميانمار قبل أن ينتهي بهم الأمر بالعمل مع عصابات مراكز الاتصال في بلدة ميواودي الحدودية حيث دخلوا إلى تايلاند عبر نقطة تفتيش الحدودية في منطقة تاك وحسب المصدر نفسه فقد تمت العملية بتعاون ما بين الجيش الملاكي التايلاندي وصفارة المغرب التي توصلت مع عضو البرلمان تواصلت مع عضو البرلمان من حزب تحرك إلى الأمام رانك سيمان روم في ماي الماضي للمساعدة في إنقاذ 21 مغربي يعتقد أنهم محاصرون في ميانمار إذ يرأس هذا السياسي لجنة في مجلس نواب مختصة بالأمن والشؤون الحدودية وقال الجيش التايلاندي إنه نسق مع المنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات الإنسانية لتحديد هوية الضحايا وظروفهم المعيشية وتفاوضة وتفاوضة على إطلاق صراحهم مع صاحب الكازينو الذي كانوا يعملون عنده وبعدها مقابل الضحايا وجد المسؤولون أن واحدة شيء منهم تم خداعهم من قبل عصابة عصابة مراكز اتصال في المغرب وتم سابقا إطلاق صراح سبعا من المختطفين عندما دفعت عائلاتهم الفيديا للعصابة بينما قرر إثنان من ضحايا الاستمرار في العمل هناك ونقلت وسائل إعلام عن السياسي رانك سيمان أن هناك العديد من الطايلانديين والأجانب الذين تم خداعهم للعمل في ظروف تشبه العبودية في ميانمار وأورد السياسي المذكور حال الوقت للحكومة لأخذ هذه المشكلة على محمل الجذ يجب أن يكون إنقاذهم جزءا من الأولويات الوطنية وأضافة يجب العمل بتدابير لحماية الناس من الوقوع في فخ هذه العصابات المحتالة وتابع المشكلة هنا ليست فقط في الاتجار بالبشر بل تشمل أيضا صرقة ممتلكات الضحايا وانتهاك حقوقهم وأعمال غير قانونية أخرى وبالنسبة المغارب الذين تم إطلاق صراحهم في وقت سابق كانت عائلتهم قد اضطرت إلى دفع مبلغ الفدية الذي حدده الخاطفون المتراوح ما بين 8000 حتى العشر ألاف ديال الدرهم لكن شخص بعدما لكل شخص أعتذر بعدما تعرضوا للنصب والاحتيال إثر تعرضهم للإغراء من أجل العمل لذا مراكز اتصال مقابل أجهور عالية وهذا كله كان كذب في كذب فهذا كله لا يخص الشباب لأنه يؤمن بهذه الخرافات وهذا الخزع بلات لا يمكن أن تشي حاجة من هذا ردوا البال مزيان وكذلك نقول للناس اللي كتنتقدوا وكتعرف غير تنتقدوا كذلك كان أمور اللي نقدرون تحتو عليها إيجابية هاتي ما يمنعش أننا ننتقدوا طبيعة الحال الانتقاد النقد البناء دائما هو أساس النجاح ديال الدول والتقدم ديال الدول لكن انتقد وكذلك فاش تبدأ واحد الموضوع كملوا للآخر مشيش تبدأ وتوري للرأي العام ذك الشي اللي بغيتي وفاش تشوف العمل الديبلوماسي اللي والمجهود اللي درتوا الصفارة نلقاوك ساكت وكتذر على مواضيع أخرى لا مجاتش كمل الموضوع من الأول للآخر بديتي واحد المادة كملها للآخر تتسالي تبدأش الأول والناس اللي كبدأ ديالها يعني منقطعة على أولادها الناس تظاهرات أمام وزارة الخارجية الناس بغات حلول وكأن وزارة الخارجية والصفارة ديال المملكة المغربية في طايلوند درا كانت خدامة كانت خدامة كتحاول جيب هادو وليدات هادو لكن ما غاليش يجيو بطبيعة الحال بين عشية وضوحها تماما بحال كيوقع مع ذك الشاب المغربي اللي كان كيقرأ في أوكرانيا واعتقلو الجيش الروسي وهو يعني مذنب ودخول في الجيش الأوكراني ذات الدبلوماسية كتتحرك حتى تم تسليم دياله للمملكة العربية السعودية وتمت إعادته للمملكة المغربية صدر في حقه حكم بالإعدام بحكم أنهم اعتبروه مرتزق فتسلم وارجع للمملكة المغربية تعياتي لكم الإخوان كنشكركم بزاعة لحسن المتابعة لتمنى لكم على الدعم للمتواصل لقناتنا نشوفكم إن شاء الله في فيديو أخر وموضوع أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال تبدو في رعاية الله والسلام